هو ممكن يا دكتور تريحنا وتقول لنا كذا ملت معادلة الوزن هل في معادلة للطول ها في معادلة للطول تعرفنا بشكل تقريبي كده طول ابننا أو بنتنا هيكون قد إيه عند مرحلة البلوغ ماهو ده الهاجس عند ناس كتير قوي ها يا طرى في معادلة ولا ما فيش الإجابة أيوة خبر مفرح أوه والمعادلة جميلة وحفظها سهل وتطبيقها أسهل هي ايه بقى المعادلة ان طول الطفل طول الطفل عند نهاية السنة التانية عند نهاية السنة التانية من عمره ها لما تقسوه بيكون هو نص طوله المتوقع عند البلوغ يعني لو الطفل أو الطفلة مثلا عند نهاية السنة التانية كان طولهم 75 سنتي ما بين 75 سنتي إلى 80 سنتي 75 إلى 80 ده مع نهاية السنة التانية يبقى طولهم أو طولها طول الطفلة أو طول الطفلة عند البلوغ هيكون ما بين متر ونص إلى متر وستين حلوة دي الطول عند نهاية السنة التانية هو نص الطول عند البلوغ إذا كان نقول مثل تاني إذا كان الطول عند نهاية السنة التانية مثلا من 80 سنتي إلى 85 سنتي فالطول هيكون بين 1.60 سنتي إلى 1.70 سنتي عند البلوغ نقول مثل ثالث وأخير إذا كان مثلا الطول عند نهاية السنة التانية 90 سنتي يبقى الطول عند البلوغ هيكون في حدود 1.80 سنتي خلاص حلوة المعادلة دي يبقى الطول عند نهاية السنة التانية ده نص الطول اللي هيبقى متوقع إن شاء الله عند البلوغ سواء ولد أو بيت ومرة تانية وثالثة وعشرة ومليون العوامل الوراثية تحدد وتقرر إلى حد كبير جدا جدا شكل طول الطفل مش الوزن الطول بيتأثر جدا بالعوامل الوراثية عارفين كمان الطول بيتأثر بإيه؟ بيتأثر بهرمون النمو يعني أحيانا لما بيبقى فيه مثلا طفل عنده قسر قامة وبابا ومامته مش ما عندهمش هذه السمة في الطول إنه أول حاجة بنفكر فيها نقول لازم نعمل هرمون نمو مستوى هرمون نمو في الدم عشان نشوف النمو طبيعي ولا لا مستوى هرمون نمو في الدم شكرا